سلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اخترنا اسم أسوياء لقصص حياة الصحابة الاسم ده محبب للقلب لما تعرف ان واحد شخصيته ساوية حس انه عنده اتزان كده وده اللي شفناه وإحنا بنحضر قصص حياة الصحابة شفنا ناس عندها عبادة ومليانين بالأخلاق شفنا ناس عندها قوة ومليانين بالرحمة شفنا ناس تعرف حق نفسها وحقوق الناس عليها شفنا ناس إذا أخطأت رجاعة للحق وقافة عند حدود ربنا لما ربنا يقول في حاجة لأ يبقى لأ لما ربنا يؤمر بحاجة بيتسارعوا ليها شفنا ناس دايما باللغة الحديثة بتاعتنا شغالين على نفسهم وبلغة القرآن يزكوا أنفسهم دايما في تزكية في تطهير في ترقية لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال فيه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة هم دائما في ارتقاء مع الله ومع الخلق ومع نفسهم أسوياء